بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أعزائي المشاهدين في قناة الأهلي أينما كنتم في برنامجكم ملك وكتابة حتى في الراحة ما فيش راحة أهلا بيك يا مش مهندس أهلا بيك أعزائي المشاهدين وموعد يتجدد معكم في لقاء الأسنين الحلقة 869 من ولك وكتابة جاية والفريق في راحة لكن المهندس عاد لي يدعى أنه ما فيهاش راحة على كل الأسعاد يا أستاذ الرحيم لا المشهد السياسي وما يحدث حولنا فيه راحة ولا المشهد الرياضي والواقع الذي نعيشه فيه راحة ولا احنا على مستوى يعني احنا في فترة توقف المفروض يعني خلاص طب بقى مفيش منافسات مفيش لكن مش عارفين دماغنا ما يشتغلش حتى على المستوى الإنساني يا الآن على ناس بتحبها وتدعيلها بالشفاء بالمناسبة يعني نكر دعوانا ونطالبكم بالدعوة للأخ والحبيب العمري فاروق وبنقول يعني ان والله ربنا معه مع أسرته في اجتياز المرحلة القادمة بإذن الله حتى التعافي إن شاء الله هذه تعيش هذا القلق وعلى المستوى الشخصي حتى في بيوتنا كل واحد عنده ظرف صحي لناس بتهمه وناس حواليه إنما لا يمكن أن نقارن هذا بالمشهد السياسي اللي يعني راح تهلت جنة وإحنا نشوف وقاحة نتنياهو والتمادي في هذه الوقاحة ويعني وكأنه رجل حقيقي فابتدى أقول إذا كان العرب يريدون مصالحهم والحفاظ عليها فليلتزموا الصمت هذه الجرأة وهذه الوقاحة ما كانت تحدث إلا بمجموعة من المشاهد في بعضها يخصنا ولكن في الأغلب هو عامل فيها راجل لأنه عايش في جيب راجل يعني هو بيسرخ وهو في جيب الأمريكان واخد بالك لو طلع من جيبهم هيجري هو اللي حيصمت لكن هو ده المشهد انتهى خلاص اللي يعب عن مكشوف هو عايز العرب حتى ما يستنكروهش لأنه هو شعر ان الصمرار المشهد ده إزموه كمان افتدى العالم يرى هذه الصفاقة وهذه الوقاحة وهذه الجريمة التي ترتكب واللي بإذن الله ما أن تنتهي حتى أنا أرى أن يحاكم وسوف يحاكم بإذن الله كمجرم حرب هو من اشترك معه في هذه المجرمات المؤامرة الدنيئة اللي غايتها معروفة ودي سبب آخر لعدم الراحة نحن المستهدفين في النهاية أستاذ أبراهيم ده بالتأكيد على فكرة في السياق ده برضو صديقنا العزيز والسياسي الفلسطيني الكبير المستشار طه الخطيب واحد من الأهلوية الكبار ومن المتابعين والمتفاعلين مع البرنامج باستمرار معنا شخصي تعرف أستاذ أبراهيم أول مكالمة طلقها عندما يفوز الأهل في أي مبرى أو في أي مناسبة أول ما بلاقي تليفون طه الخطيب أعرف أن الدنيا حلوة وبخير تعرض شقيقه في غزة هو المستشار طه الخطيب مقيم في القاهرة هنا بأسرته لكن أسرته في غزة تعرضت لقصف من يومين استشهد شقيقه وبنت أخته نهاردة بقى عزيفه جئت وعنده من الصلاة والصبر وقال لي أنا حتى كل يوم عندي مجموعة من الاتصالات أعيش معاناة الاطمئنان على قال لي إحنا يعني إخواتهم التفريعات بتاعتهم مية وكذا شخص أنت عادي ستطمن على الناس دي كلها وده يقول لك إيه إن الفلسانين لا حولها خطأ إلا بالله دون شعوب العالم عاملين حساب الفاقر اللي حيفقدوه أي هو الشعب الذي يريد أن يحظى بأكبر عدد من الناس اللي هو من الأبناء لأنه يعلم أنه مين مين يعني أنت فكر لما لما قلتلك يعني رمزي صالح هو بيتحدث ويقول لك أنا بسأل طفل فلساني قال لي نفسك تكتب أيه لما تجبر قال لي إحنا ما بنكبرش قبل هذه المجزرة هي يعني حملة حملة لإبادة شعب حركة سهيونية بالدرجة الأولى إن كان يعني العالم غافل عنها إنما حتى من يصمت أو من يبدي بعض الفهم يدرك أنها في الآخر هتقلب علينا كلنا كلنا لما يبقى الواقع ده بيقول لهم أصمتوا إذا كنتوا خافين على مصالحكم يعني ما فيش تمادي أكثر من هذا ولكن إرادات الشعوب على مستوى العنب بدأت بدأت تضغط على حكومتها لترى الحقيقة وصف ترى بإذن الله كل الأمنيات لصلابة هذا الشعب في مواجهاته وبإذن الله وبإذن الله يعني إحنا عندنا ثقة في قيادتنا وفي جيشنا ونستطيع يبقى ده ودوده كل اللي نقدر نعمل عليه إن نقول له يا رئيس ورق جبهة متماسكة متفهمة وفي كل التجارب أثبتت إنها لا تتخلى لأن ده جزء من مسؤوليتها أيضا إن شاء الله تعالى طيب الحلقة 869 نشوف أبرز عنوينها القمة وحدها لا تكفي الأرقام القياسية في يد الأهل التصنيف الدولي القيمة والدلالة الدور الأفريقي حسابات المكسب والخصارة وفي المنتخبات الأهل نمبر ون طيب الأهل بيواصل للراحة طبعا فترة الأسبوع والجهاز الفني مستر مارسل كولر إدى الفريق الراحة لمدة أسبوع وصفر إدى ما تبقى من الفريق آه ما تبقى لأن معظم الدوليين آه كبار وصغار آه موجودين مع المنتخبات القومية المختلفة أي هنيجي طبعا على المنتخبات بكرة كمان الأهل مع الزمالك في ربع نهائي دوري كرة السلة بعدما تأهل الفريقين للدور الثمانية المباراة تقام على صلة ند الزمالك في ميت عوبة بينما مباراة العودة هتكون الجمعة 17 نوفمبر على صلة الأهل في الجزيرة لالي صعد لربع النهائي بعدما تغلب على القناة في دور الستاشر بينما صعد الزمالك بالفوزة على الطيران الأهل كانت وجب بطولة الصوبر بعد الفوزة على الزمالك في اللقاء اللي جمع الفريقين الشهر الماضي في المنامة بالبحر وكان فوجا شديد الصعوبة آه بيدلنا يعني تنبيه أي وأنا بقول أن لابد أن هناك سبب علمي أن كنت في كل الألعاب تعمل موسم سميناه سيد المواسم آه ولكن البدايات ليست كما النهايات خالص لا في كرة السلة ولا في كرة القدم حتى الآن أي نتمنى أن يكون تكون هذه المباراة هي بداية استرجاع المستوى بإذن الله والتعافي آه طيب راح أسبوع رأيك أي لكرة ما أنا قلت لك هو راحة تبدو كأنها راحة لكن ما فيش راحة أنت لو عاديين نعد عدد لعبتنا اللي في المنتخب الأول والأولمبي والشباب وش عارف إيه وال 18 لعب طيب إذن بس 8 مع وقل شيتوس في الشباب و7 مع المنتخب الأول كويس و7 مع المنتخب الأول والباق مع المنتخب الأول 4 أولمبي أولمبي آه يعني أنت عندك 11 لعب من الفريق الأول مع المنتخبات المصرية آه و2 لعيبة سافر مع المنتخبات الإفريقية ديانجو تاو ولعب مصاب أو 2 لعيبة مصابين آه يعني عالي معلول مصابقة وردس ليه ولدة آه طيب يبقى أنت عندك 15 لعب هم في راحة أصلا لا 15 لعب لو كانوا موجودين كان حيبهم مع المنتخباتهم أنت عندك 11 و2 في جنوب أفريقيا والتاني في في مالي و2 مصابين إذن أنت عندك 13 لعب مع المنتخبات بلادهم و2 مصابين كده كده هو ردس مش هيرجع معاك بعد عودة المنتخب من تناقص هذا اللعب اللي بنتمنى لهم كلهم آه سرعة الشفاء ولكن تفتكر تفتكر وكأنها تبدو فطرة راحة لكن هي فطرة تأمل ودراسة للمسؤولين يعني المسؤولين ما قدروا ياخدوا هذا الطرف طرف الراحة كله حيسأل هو إيه اللي حصل اللي حصل واضح إن فيه عدم جهزية عدم الجهزية دي بتبقى لها أسباب لو قلنا بدايات موسم لعدم الوصول إلى تمام اللياخة البدنية والزينية ده جوز لو قلنا التحديات الكبرى اللي أرغمتهم يعيشوا تحت ضغوط مختلفة آه متنوعة ما بين السوبر الإفريقي وسوبر السوبر الإفريقي ثم الدوري المحلي و يعني ما أبدأ من من توضيح أكثر من مرة عثانه أنا مضطر لعملية التدوير البعض يقوله وانت بتدور بالعيبة مرتاحة طب ما اللعبة المرتاحة دي لو زاد عددها عايزة فطر الانسجام ما بتجيش كده آه ممكن لو اثنين تلاتة لعيبة الفرقة آه تتحمل لكن لو زادوا عن كده عايزة انسجام فعايزة استمرار و أنا وانت بقى واللي في إيدنا في المياه ونقعد حنقول الكلام ده حنقول معظم الكلام اللي بيقوله جمهور طب وتقل جاب رك وانت داخل على فطر تراح انك انت آه يعني آه تلجأ الى هؤلاء لانه عارف اللعبة دولين راحين ايضا على عدم راحة فهو بيحل يقلل عددهم بقدر الامكان عشان ما يتحرقوش منه ده تفسير ده تفسير ولكن انا دائما هنا دايما في الكرة صلى الله عليه وسلم مفيش صح ومفيش غلط مش معقولة ان كل الناس شايف حاجة ولما المسؤول ما يعملهاش يبقى ما بيفهمش ما يطلع بيفهم بدليل انه هو حاجات كتير ولكن فيه تغير ايه ايه سببه انا قلت رأيي انا بحبش ما بحبش التغيير كتير فيه آه معطيات النجاح آه لما تكون موجودة حتى لو فيه عناصر ممكن تضيف قوة لكن اللي ايده في النار بقى عنده من المعلومات والرؤية اللي مش متاحة عمدين احنا فاحنا كمان مش في الواح لاننا عمالين شغل دماغنا وعمالين انا وانت نعاتب ونلوم وننقض ونبرر ونحاول نفسر وعلى فكرة جماعة انا بشهر كل الناس اللي بتلطش اشكرهم جدا جدا اه ان يعني احنا عدنا ستين سنة نطبل نطبل هو هي الشطارة دلوقتي ان انا لما حاول افصر ما يحدث يبقى تطبيل يعني الجدعانة دلوقتي للي بيهاجم اللي بيهاجم وده هو الصح هو اللي بيحب الاهلي اللي بيشم ده هو اللي بيحب الاهلي اذا كان هذا انا مش هقدر اعمل كده اذا كنتوا شايفين ان البرنامج ده برنامج ده يفسر ولا يلزم احد برأيه احنا بنكتهد في رؤية من حق انه دي علينا ان احنا نوصلها ودايما اللي عايزي غير عايزي غير عايزي غير ده فيه وحد كديم لك ولك الاسلوب ده عاف عليه الزمن يا سيدي عاف عليه ما احدان اللي بنقوله لو انت متصور ان انسف حمامك القديم وبتالي باسلوب جديد نضرب يمكن تجيب خير زي اللي فات لكن نتضامن ولا نمسك في الثوابت اللي ثبت نجاحها على مدى اكتر من مئة سنة لازم نرجع نمسك الثوابت ونشوف هي ايه الثوابت وازاي الاهلي يقدر يكتاز دون اتهامات او غيره لكن نطلع لفاصل وبعد الفاصل نشوف السوابت مع المونسعد اهلا بحضراتكم من جديد القمة وحدها لا تكفي يمكن الاهلي بتعادله مع الجونة في الجونة وصل للنقطة 13 تصدر بيها جدول الدوري لغاية التوقف ولا تزل الاهلي مباراة مؤجلة مع الداخلية المباراة الوحيدة اللي مؤجلة في الدوري زي ما انتوا شايفين كده هي مباراة الاهلي والداخلية البلدية المحلة عفوا الاهلي وبلدية المحلة دي المباراة الوحيدة المؤجلة الاهلي Anybody على القمة لكن القمة وحدها لا تكفي لانه فيه نوع من الزعل نوع من الغضب نوع من عدم الرضا نوع من القلق نتيجة الأداء باش مانتس ما أنا قلت لك أنت دائما طامح في الأداء والنتيجة وحيانا تبقى عندك الأداء والنتيجة فاتبص وتقول كان ممكن أضاعف النتيجة فتبتدي تتكلم على الفرص المهدرة وتبتدي برضو بعدم الرضا عن الأداء المميز والنتيجة الكبيرة وده قدر الآله أنه هو ده يعني أنا كنت بتكلم مع عاد قال يا سيد احنا تعودنا على كده ما هي دي قيمة الآله أنه تعودنا على كده فالآله لا يقبل إلا بالمعيار ده وأنا يعني بنبسط طبعا أن يا رب ده ما نعم علينا أن ما يبقاش القبول بمجرد التفوق بس إحنا يعني إذا لم يكن الأداء والنتيجة ده ما سجون ملغي أنا عايز أعرف يعني أنا بقى لازم أتكلم مع الناس يا جماعة بنرجع للشناوي كتير قوي وساعات بنرجع ودنيا مش مريحة يعني بنرجع لحرس مرمانة ليه كتير فيه موقف تيري أن نقدر نتصرف بطريقة تانية مفيش اضطرار للنحط اللقطة دي من سنتين ضيعت الدوري كرة بتاعت البرجع بيشناوي وبرامد وكان ممكن لو الضيارة في العمتان ناحة تاني تيجي جن عاكسي خلاص ده من البداية انفراض من نص الملعب ما كناش مزنوقين لعملية الباص الديق ويبقى ظهرنا للمنافس وشنا الجن عمالين نرجع الكرة فيه ملاحظات طبعا فيه ملاحظات وأحيانا وهنا بقولك احنا في حالة من عدم الصفاء الزهني سببها ايه بقى أنا ما معرفش حالة من عدم الصفاء الزهني والصفاء الزهني ده بيرتبط بحالة بدنية غالبا وبرتبط بحاجات كتير بعضها في الملعب وبعضها خارج الملعب يعني الكرة دي كيف هيسمع انها تصل بهذه الاريحية وتتلعب بهذا الشكل لو نفسك كان ممكن تبقى خطر جدا مش كده لا لا هي طبعا يا فكرة الصفاء الزهني دي لانه حد لفت نظري لحظة التبديل يعني خروج طاهر مثلا ايه ده خروج طاهر لحظة التبديل انت يعني عايز الوقت لصالحك اللعيبة خارجنا بنلعب ببطء في حين انت انت اللي محتاج الوقت يعني لحظة لا دي برضو عدم تركيز في ظروف البراء بالضبط يعني انا اللي بشحت الثواني في الدقاية الاخيرة وبعدين انا بداي جدا اذا تقدمت وطلقت هدف لان انا كل المطلوب مني التنظيم بقى الدفاعي بس اللعبة دي لما تشوفها هي متكررة عنده يعني احد مهاراته ان يقلب ويروح رايح عكس اتجاه جسم المنافس احيانا بيسعيفه الوقت واحيانا يسعيفه الموقف وتتحط في البعيدة بالشكل ده او حياء النفس مرتين ويوم لما ربنا نصفه جيب جون طب حافظه على الجونده عشان يكون احد اسباب هو احد اسباب المكسب النهاردة انما الجونده راح ده في ايه في ان النتيجة ما كانتش يعني كل دي ماينفعش يتحصل الكور دي يعني بالاريحية دي فده لا مثلا يعني طرع بيه برش حد طيب هل انت عندك تفسير مفيش واحد من اللي كانوا قل مع نجوم الدوري وافريقيا السنة اللي فاتت في حالته هاني هاني كان وصل الى حالة ان الجمهور هو اللي كان يعني مثلا ضربة جزاء ايه دي ولا فيها خطورة ولا فيها زحمة ولا فيها ضغط انما ايه هل ده مسلسل عدم توفيق ايه ده ايه ضربة الجزاء دي كل مااتش ضربة جزاء الناس ايه تحرجك به يعني يعني ماينفعش لازم نشوف الكلام ده ولازم برضو اللعيبة ترجع لحالة التركيز والكلام مع بعضها انا اقولك الناس خايفة من اللي جاي اللي فات ممكن يكون مقبول لكن اللي جاي هو الخوف في ايه بقى انك انت تكرر اه يعني دي كرة كان موجة بهدف انك انت تكرر معطيات السابقة بتخسر بشكل درامي ايه او بتفقد نقاط بشكل درامي وبعدين نتدخل على كاس عالم في السعودية هتلتخي الاتحاد ايه فالناس برضو اه لا الانا مش مريح اه اه انا ارجو ان احنا كلنا اه كل واحد في جزء طبعا في اللعيب كل اللعيب مسؤول عن نفسه وعن حالته طالما انه بياخد البرنامج العلم السليم اه الجهاز الفني عليه قال لا يتوتر ايضا ولا يشتغل وكانه تحت ضغط اه الكرة دي مثلا هل فيه مبرنة تتلعب القوة دي والذي حالة من عدم برضو الصفاء الزهني ما هو ده قرار بيترجم حاجة تانية يعني قرارك انت بتتلقاه وعضلتك بتنفذه اه اذا كنت انت بت يعني جاهز بدنيا ومعنويا تنفذك بيبقى دقيق ف انما فيه واحد حد يقولك ايه طيب ما هو انت الجونة بقى لك كم مرة ما كسبتهاش هناك انت لعبت ستة مطشات مع الجونة يا ابراهيم كسبته مرة وتعدلت البقى في عز يعني ما في رقيتك كتصنف انها فيقة هو ماتش من المطشات الغلسة لكن انت كل مرة بتبقى سانية تعرف اللي فاتت قلتتي يا ابراهيم اين انت ماتخدم تلاتة واحد وفي الوقت بدلا الضعب po بتتاعد لتانين تلسة تلاتة صح او لأ يعي في حاجة هو طيب ماشي عايزين العيبة بتاعتنا اهو في راحة كل واحد يخدها انه يسترجع نفسه يعني ما هيقضهاش في حالة من اللام وبلاء احنا شايلين هم وانت بتحلل وانا بحلل وعملين فكر ايه السبب يا تارى والله اعلم زي كان الاسباب اللي نصل الله هي الحقيقة ولا في حاجات تانية اه انما يعني في كل الاحوال فريق الاهلي عنده من العناصر اللي لو استعادت اه تركيزها واستعادت مستوها لأ هتفرق جدا اه يعني كل دي برضو ملامع خطورة من نادي الاهلي ومن احدها اه قدر يجيب جون طيب ومدست يعني شوية شوية بيقى بيعبر اه ولا انت رأيك ايه اه طبعا المباراة التانية افضل بس احد عاي يقول لك بس هو ده لا طبعا ضلتك لا طبعا اه اه اعمالي مش اه اه كل دي فرص كويسة هو كمان حظه الوحش مش بس مش جاهز الفرق نفسها مش جاهزة عجل انت فوق لك اه وانت كنت وكل ده اه ممكن ما تركز مع ايه كده وممكن لو طلعت انت كسبان الماتش ده وهي الفرق مش جاهزة موز 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 يقود الاهلي للعلامة كان حابع فيه منشط لصالحه مش كده انما ما اتحرم من ده حتى ده معرفش ياخدش المنشط ده طيب اذا الاهلي على القمة وده لا يكفي لانه الالأ زي ما المهندس عادلي قال ربما الناس بتسترجع ذكريات سابقة ربما الناس شايف ان ده ممكن يكون استمرار لنزيف حصل قبل كده طب هو احنا من الناس دي يا سادة برايين احنا من الناس دي اه طبعا اه طبعا 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 جدا لكن المسألة محتاجة الكل يراجع نفسه وانا يعني هي الفترة الراحة فرصة فعلا لمراجعة كل الفترة اللي فاتت بس وانا الان يا سادة براهيم ما بقلبش اه اعتقد انه جزء مهم ده مؤكد انه مرسل كولر الراجل شخصيته هي كده صريح مع نفسه مؤكد انه حاطت ايده على الاسباب ده هو صريح زادة علي زيون ده بيجي في المؤتمرات يتبرع ان يقول ايجابه صراحة هو ما مش محتاج ايجابه صراحة الاسباب اللي وصل لها الفريل انه جزء منها قراراته هو يعني اذا كان المدرب في الايجاب وفي الفوز وفي الانتصار هو صاحب الدور في حالة الهزة الجماعية دي او حالة التراجع الجماعي دي مؤكد انه جزء كبير منها قرار المدرب في كذا من حاجة يعني انا انا فوجة نظره باش واندس واندس يا سيد فريم كمان الناس مثلا بتقولك ايه السنة اللي فاتت كان الاشادة بكولر في ايه انه عارف ازاي سيطر وانه قط اللفس حالتها ايجابية فيه تخاوف السنة دي الناس مش حاسة دي وحاسة حاسة ان فيه رغم انه شرح ميت مرة انا بعمل تدوير ليه لكن الكلمة اصلا استهلكت او حتة التدوير دي لكن الحياة الرجل لا يش استهلكت ازاي يعني وانا لما يكون حاجة وقعية لا والسنة اللي فاتت عملها السنة اللي فاتت عملها ازاي انت بتبدأ صح وبتبدأ بتشكيل لك الاساسي بقوتك وبتحسن نتائجك انت كونن اكتر فريبي حق التلاتات واربعات فرقة الاهلي واول ما يوصل للسكورر المطمئن شوية يبدأ يغير كنت ماشي بالتدرج الطبيعي بادي بمحلي بعدين بتعلى بتروح افريقي واخد بالك وبتكمل انت بادي من فوق فانت مش داخل وانت في احسن حالاتك يعني انت اول تحدي لك يمكن كم بعد اسبوع من بداية النشاط وعودت الناس من الرحات فانت وابتدتها بعدم توفيق كمان يعني وانت كمان مش هنرجع عني بره انما ده حصل اتحرمت من جون سليم ومضرب الجزاء وتحسب عليك ضرب الجزاء ضعت بطولة وانت ما كنتش في احسن حالاتك ما انت بتحتاج بتحتاج الحقوق وانت مش في احسن حالاتك لما بتبقى في احسن حالاتك ما بتفرقش معك عايز تتكى علي شوية بعدها لك لكن وانا مش في احسن حالاتي الماتش ما يستحملش انت شفت الفاينر بتاع افريقيا صندوقزو طب اي راك في التحكيم كويس اشمعني الماتشات دبيب التحكيم كويس اللي له درب الجزاء خده اللي له عليه انزار خده اللي يعني ليه لان قاعد مودست وقاعد لقشع ليه اتنين متسابة ولقشع وبينهم انفنتين واحنا بقى يعني وبينهم انفنتين احنا بقى لازم انفنتيني وبرئيس الناد الهالي عشان في افريقيا ياخد حقوق متسابة عزي لا انا بقصد انفنتينو عشان اعلي عليهم بقى لاتنين دقوط مين اعلى منهم طيب فاللي نتمنى هدى ان الفترة الجاية خلاص احنا ازا كنا وصلنا للسادة الشتوية دي الست ماتشاط اللي تلعبوا في الدوري انت اول الدوري برغم كل الظروف اللي انت كنت فيها برغم الدغطة اللي انت وصلت لها برغم الاداء اللي مش مقنع في كتير من المباريات الا ان انت متصدر ومتصدر وليك مباراة مؤجلة كمان وده ممكن يتبني عليه ان انت هتبني في حالة هتبني على اللي جاي على ايجابة شوية ان انت متصدر وعندك ماتش مؤجلة نتمنى انه كل الافكار بس نتمنى يا سيد زبراهيم كلها تترجع كويس احنا برضو نحمد ربنا احنا عدينا الفطر الصعبة دي بقى احسن ما يمكن يعني محليا ما احنا بنتكلم على محليا اه فانت خلاص فضلك ماتش لو يا رب نكسبه لازم نعمل على اننا نفوذ به لو فوذنا به الامور هتستقر هتبتدي بداية تانية مش عايزين بقى نخش بضغوط لان جمهورنا هو ده اللي قلقان منه واحنا جزء من هزا الجمهور مهما مهما كنا شايفين اعماق اكتر منهم شوية لكن احنا اولا مش شايفين كل حاجة ثانيا حتى لو شايفين بعض الامور مهي برضو حتى لو فيه اسباب انت بتقلق زي العيان مثلا بتبقى عارف اسوح حاجة انك بتبقاش عارف مرضك لكن لو عرفت مرضك دي مش ميزة لكن برضو بتبقى الآن ما انت عيان انت عارفت مرضك فهتعرف تعالجه فانت المعرفة ارحم ارحم من الجهل بالاسباب صحيح فاحنا مفيش حاجة تريحك غير نك تتعاف احنا عايزين نتعاف بإذن الله طيب الملاحظات اللي على الجدول يا جماعة فيه فرقتين بس مخسروش حتى الآن الآلي وزد وواضح جدا الأهل الأكثر تسجيلا للأهداف هو والزمالك ولكلين 12 هدف الفريل محققش أي انتصار في المسابعة حتى الآن المقولين العرب في 6 مباريات تعادل مرتين وخسر 4 الأكثر خسارة في الدوري أو استقبالا للهزيمة البنك الأهلي خسر 5 مطشات من 6 حتى اضطر للتغيير المدرب ما هم ما تعادلش يا كسب يا خسر والفريل أكثر تعادلا في الدوري زد هو وجونة كل واحد يوم تعادل 3 مرات يعني 50% من مطشاته تعادل المقولين أضعف خط دفاع في المسابعة لأنه استقبل 13 هدف في 6 مباريات أكتر من هدفين في كل مباراة كتير قوي أضعف خط هجوم في المسابعة الداخلية ما سجلش غير 3 هدف فقط في 6 مباريات يعني معدل نص جوم في المطش 3 فرق ما تعدلتش ما عرفتش طعم التعادل مودرن فيوتشر والمصري والبنك الأهلي يا مكسب يا خسار ما بقولوا له مهاجم الاتحاد السكنداري هدف الدوري ب6 أهداف 6 أهداف في 6 مباريات ده معدل هو تساوى فيه مع أحمد بالحاج مهاجم الجونة وحسام أشرف لعب بلدية المحلة بخمس أهداف قندوسي السيراميكا كيلوباتر بخمس أهداف مصطفى زيكوفيزيد أيضا خمس أهداف ثم بيرسي تاو الأهلي أربع أهداف بص الهدفين كمان حتى جاي من أني فرق مبلوله فجأة الناس خفزت دفعت به لصدارة المشهد لأنه هو هدف الدوري سنفاد شوف مبلوله لعيب مجتهد جدا مبلوله كل أهدافه فيها درجة من المهارة الفردية والصعوبة والحرص على أنه يخلق من الفسيخ شرباط مفيش فرص سهلة بيجيبه يطاير وبيلعب ده بالكيك يطاير وبيزقه كرة بسرعة يطاير وبيحضن وبيلف يشوت يعني كلها الحقيقة هدف أكشن في حركة وفي حركة حسيمة مش حركة يعني كده عنده حجم من الرشاقة وسرعة التلبية دماغه مع عضلاته في حالة توفق جمدة جدا دي ميزة وبعدين الهدر مش وحش مش في لابيا لكن الهدر مش وحش بيلعب بشماله ومينه مش وحش قراراته مش وحشة فعنده مقاماته إنه بقى هداف فهو هداف حتى تجد إن أهدافه يعني التلماتيج اللي بالحاج ما هو يشاركه لكن فيه مكان ضربة كده يا أربعة يا خمسة يعني وجايب جايب يعني جايب في ريته جايب ستة أهداف وجايب منهم خمسة ظن أو هو دلوقتي جايب ستة بدربة الجزاء الأخيرة دي مش عارف يعني ممكن هو متعدل دلوقتي مع مابلوله في ستة يعني جايب خمس أهداف منهم أعتقد يعني أربعة من ضربات جزاء ما بقولون لأ ما بقولون مش كده ولا بيرسيتاو بيرسيتاو أربعة من أربعة ماتشات من أربعة ماتشات من خمس ماتشات أربعة من خمس ماتشات فيه فيه لعيبة تانية زيكو طيب ونبي زيكو ده آه كان ملفت مع الحرس مستلفات بقولك عليه إيه آه عنده كل المقامات ولذلك أنا ما اندهشش لما أتاخد في المتخد في المتخب أو المرة أنا اندهشش إنه ما كملش أي يعني هو العيب بيعمل إيه زيكو ده على الفكرة بيدافع وبيهاجم بيرقص وبيباصي عنده قرار بيقرب لزميله صانع لع بيشوت بيجيب الجوان والسنة اللي فات كان بيعمل كده مه مش بالكسافة بتاعت دي لكن عنده تحس لعيب عنده حتة انضباط انضباط وعايز يقدم حاجة فده محتاج حتى عن مستوى الدولة يتبصله صح مه مين تاني من الهدفين هتجد قندوسي قندوسي طب قندوسي هداف مينو مضرب الجزاء واحدة أظن والباقي لعب أعتقد ان قندوسي هو عشان فرقته أول المعتمد عليه سالم بيلعب متحرر مفيش أدوار تكتكية مكبلة قوي له وفيه لعيبة كده عشان كده كان تقييمه في الأهل في الفترات القصيرة اللي خاد فيها بياخد مهام دفاعية في نص الملعب زيادة على حساب المهام لا لا هو في الأهل مختلف بقى عشان نازل بتتكلم هو في الأهل حيتقارن بالعيبة تانية ما انت لما عندكش العيب تاني بيعمل المدرب عايزه كله هيبقى الخندوسي هو في اللي موجود لكن انت بمهارة الخندوسي باسلوبه الواعد بفكره بلعيم كويس جدا والمدر مختنع به نعصه حتة من وجهة نظر المدر بتكتكية عنده حد تاني بيسدهاله فده كان وجهة النظر من خروجه إلى الإعارة السيد تبقى رجله في الملعب فقندوسي لعيب مهم جدا ورد ان يرجع في الشتاء ولا يرجع لا في الشتاء لا معرفش هو معظمش كان كده كده العدد الأجانب زي ما هي الزيادة هتبقى فيها دربك يعني يعني انت في الشتاء محتاج تخرج حد عشان تجيبه مش أنا قراري بقى هو كمان حسب درجة احتياجك الملحة في هذا الأمر يعني انك تسيب لعيب أجناب عشان ترجعه انما آخر السنة هتبقى بينا هيرجع لعيب ويجوز حد يجيله حاجة برا يعني بيبقى فيه متغيرات انت بستني الموسم الطبيعي في آخر السنة انت كل اللعيب الأجانب اللي عندك لا خلاف عليها إلا مقدس اللي هو كراس حربة الناس عايزة حاجة معينة من رأس الحربة لسه ما شفتهاش ووارد كان يجي لك حد تاني وارد مثلا واحد زي ما بولول لو جي الأهلي هيقدي بنفس الطريقة ولا مش هيكمل ولا يطلع أول تربوالي لا هو كنوعية عنده استمرارية وعنده شخصية وانترجت أكتر من بولي بولي كان عامل زي ما بولوله كده بس أنا حتى بعد ما خرج من نادي الأهلي أنا مش شايفه في النسخة بتاعة الجونة في أي حت مش كده ولا إيه كانت استثنائية فترة الجونة هو أنا اللي زعلان عليه أنا تتفقوا معايا تختلفوا معايا ده رأي يا أخواننا من غير ما نزعل من بعض باجي قال له باجي فيه المميزات فيه المميزات اللي كتير كان معانا دلوقت السرعة والقوة والهجز والمحطة ما فوش الرشاقة لكن فيه الحاجات التانية دي كلها وفيه الإصرار أعتقد أنه ناجح جدا برا في فرنسا سعره علي كمان سيبك من السعر أنا أصل إنما هو طالما أنه مستمر في الدور الفرنسي وبيتقدم يبقى ماشي كويس زعلان إن أذره مشي طبعا زعلان إن أذره مشي لأن في وقته ما أنت بتمشي واحد أنت زعلان البداع فرص بس هو هدافك ومتسبب لك في معظم ضربات الجزاء اللي بتيجي عليك وحطك في حالة أمل في أي لحظة تجيب جون فيه لعيبة كده ما ينفعش إن أنا أفضل قيمة على ما اللي تقدمه قيمة على ما تقدمه لأن أحيانا ما اللي تقدمه حيبقى أه مش مقبول لكن إذا كانت تقدم لك أكتر من المطلوب منها اقبل كلام ده ده كلام يعني وها دي وجهة نظر دي وجهة نظر هنطلع لفاصل وبعد الفاصل نتواصل ما تخافش على الأهل لأن الأهل حتى وهو على القمة مش مكتفي ومش مبسوط لأنه شايف إن القمة وحدها مش كفاية لأنه مطلوب حاجات كتيرة تانية لتدعيم ركائز هذه القمة وتلك الصدارة تعادل الأهل مع الجونة كابتن عبدالزاهر الساقة لاحظ من خلاله هجوم على مارسل كولر هل هو هجوم مستحق ولا هجوم ظالم نشوف الكابتن عبدالزاهر الساقة خلال الفترات اللي فاتت أو خلال ولاية كولر بالتمامه وبالكمال الرجل تقريباً مع العلامة الكاملة في كل مشواره مع الأهل يبستثناء آخر بطولاتين مع نادي الأهل رصيده كبير جداً هل أنت مع بعض الأصوات اللي تعالت الفترة اللي فاتت اللي بتنتقد كولر إلى حد المطالبة برحيله بص المدرب هو نتائج خلينا بس نتطفك مهما كنت أنت مدرب كويس مهما كان عندك أفكار مهما كنت أنت السفي بتاعك عالي نتائج بتاعتك إيه خاصة في مصر وخاصة لما يكون عندك مشروع وخاصة لما يكون بتمرن فريق بحجم النادي الأهل الملايين ما بيقبلوش بالخسارة خالص ما بيقبلوش حتى بالتعادل ففي كل اللي انت عملته مع النادي الأهلي بيتنسي وده فلسفة الجمهور فأنت النهاردة هو مش دامش فيه ظلم آه طبعا يعني راجل عنده رصيد كبير خلينا نقول مش كولر خلينا ما نقولش كولر خلينا نقول مدرب أي مدير فني يعني هيتحط في الحالة دي بس عشان من الكلام نوضع على كولر يعني ان ده ظلم كبير جدا لراجل أكيد الكل شاهد القاسي والدني شاهد ان هو عمل طفرة مع الاهل الفترة اللي فاتت حتى لو كيرف قال للفترة اللي فاتت بس في الآخر ده طبيعي مفيش حد في الدنيا بيقعد 365 يوم في السنة كيرف وعالي بس واسه هقولك على حاجة هو ده ظروفه كده جيف نادي شخصيته كده جمهوره كده ما بيقبلش بكده وده من أحد أسباب نجاح النادي الأهل شكل كبير جدا فأنا شايف ان هو آه معاك فعلا مظلوم جدا في الحتة اللي احنا نقوله على دي لكن قدرك ان انت بتمرن النادي الأهل قدرك انك بتمرن النادي الأهل خلي بالك الجملة الأخرانية الختمية دي لين هي دي مربط الفرص يعني في ناس تقولك انت بتعود طوله ما الجمهور ما تضغطش ولكن ضغط الجمهور المصحصح المسؤولين المصحصح هي اللي بترجع كل حاجة وهي دي حقيقة ودي حقيقة يعني انت انت مشكلة الهجوم وانت بتحدث التفوق ان اللي بتاجم ساعات يشرب عدم الانصاف ولكن الله مهما عملته مفيش فايدة بأول ومفيش حاجة سماء انك حتستمر لازم حيجيلك لحظة تعمل كده وتقوم تاني وهي دي الحتة اللي احنا بنحاول ان احنا يعني نقللها بقدر الامكان علشان ما حدش يحبط ما فيش حد يوقع ايه مش فارق معاله هجوم بقى انت بتاجم بتاجم مش عارف ايه الناس شخصياته كلها مش واحدة في القوي في اللي بتهز لكن في ناحية تانية ما انك انت لما تشيل اهم الجماهير وده هو الهاجس بتاع القالي وبيشتغل عشان جماهيره في الاخر يعني ايه بس بطريقته يعني لا يستمد سياساته من املاءات براه ولكن في نفس الوقت لا يمكن يتجاهل الموت بتاع جماهيره ولا مصلحته فالعملية اللي هي ايه على شعر دي هي اللي بيتمازل نادي الاهلي طيب ده خلينا اسألك سؤال فلسافي شوية وده اللي عبد الزارف بس انه عايز اقول رصد وبيأكد عليها تمام فكرة انك انت ده قدره انه بيدرب الاهلي والاهلي كيمته انه ما يخسرش او انه بيلعب دايما من اجل المكسب هل ده في حد ذاته ضغط على الفريق ولا هي دي الشخصية اللي فيه لب تحقق ده ماهونا ده ضمنا اه في اللي انا شرحته اه انك انت بتبقى بتاع عارف انك انت ما عندكش طرف ان تفقد مباراة وبطولة اه وبعدين توصل لمرحلة ما عندكش طرف انك تكسب بدون اداء وبعدين توصل لمرحلة القصة بقى ما عندكش طرف انك ما تسحقش اللي قدامك طيب يجيلك يجيلك مدرب ماهونا انا اقول طيب اه يجيلك مدرب في لحظة ضغط عصبي من نتيجة مباراة مثلا ولا غير ويقول لك ماهو مافيش مدرب او مافيش فرقة مطلوب تكسب طول الوقت ده اللي انا بقوله بقى اه ان الشخصيات مش ذا بعضها اه انت عايش سفهم الفرق كده امه تعالى نمسك الثلاث مدربين اه اه مالجيسي اه و لا سيبك فايلر ده على فكرة فايلر ده تقيم على دور الدور التاني كرسي اي لانه كانت بقى رامة توبد كل حاجة ما بيش تغلش اي وهو إنما كان واضح إنه الشخصية اللي جات في توقيت تعيد الانضباط أو تفرده بلاش تعيده تفرده وكان بقى إيه الجزء القاسي بتاعه بتاع مانو الجسية بس لعيبا ما الحيتش تشوف الجزء الرحيب بتاع مانو الجسية لأنه هو دي الميزان اللي مانو الجسية دخل قلوب اللعيبة ومن ثم دخل قلوب الجماهير لكن هل مانو الجسية ما كانش بيتعرض له الذات مع الأهلي كان بيتعرض طبعا خسر بطولات مانو الجسية خسر ماتشات مع فرق أنا أذكر أول ماتشي له في الدورة كان مع السويس مش كده في السويس وخسرناه رجع بعد ريال مدريد رجع بعد ريال مدريد ولسه بيعدم أوراق اعتماده للناس بس إيه هنا بقى التوفيق أو هنا لما الأحداث ترتب لك أمر أنت جاي من خلفية أنت كسبان ريال مدريد فأنت مديه أمارة طب خسرت أربعة اثنين على ملعبك بس إنت جاي كسبان ثلاثة واحد هناك فالناس شايفة حجم حيارات مش عارفة تقلب عليك بصراحة يعني كويس لحد ما جاي آخر السنة وضعت دوري بتاع ماتشل إسماعيل اتعادلنا في المحلة وراح الدول الناس قلبت هو نفسه مرة قابلني فما باوز أول مرة شوف بقى ما كونش أعرفه لسه كويس فأقول لحمد عبد المالو قال لي زعلان منك وقال لي زعلان مني ليه مصر مانون واسرونج قال لي أنت ما خلصش جودة ليه وما ما جيبت كان هو معار جودة في السوسرة وخلص الدوري السوسري كان لازم يرجع وشهادة الدولية ويهي تأييد عندين قلت له مصر مانون ما حدش قال لي أن فيه مشكلة في جودة خالص ما حدش قال لي أن فيه مشكلة في قيده لأن ما عندناش سبب فيه العقد مكتوب كده أن مجرد انتهاءه اوتوماتيك ليه في آخر يوم في الدور السوسري مكتوب كده الدور السوسري مش الموسم شات الترانسفيرسي في كده تجيلنا اوتوماتيك ما عرفش أنه ما تبعتتش راح باسسل أحمد قال له كده ربما فيه حد مش عايز ناكس ودي كان الخلاف اللي أصفر أنه مش الشعور ده مع بعض قراءاته بقى هو كان شديد والناس مش متعودة عليه يمكن الشدة دي بعد ما تتعود عليه تقبلها لكن كل اللي بيشغالين عليه كانوا متوترين كل الأجهزة المعاونة كانت متوترة وهو ما كانش قادر يتديه متثقة الكافية ما نجحتش السنة الأولى لما جيه بعد كده ابتدى يعاد درس كويس لا هو وعد درسه وجالي بعد شوية قال لي الدعم أخباره ويقولت له احنا بنحاول قال لي لأ لو فات المعاد هنا ضغط بقى منه عكسي أنا هاخد طيارتي وامشي قلت له مسر مانويل أنا مش بشتري حاجة من السوبر ماركت أنا بقول ليش نزلي القلبة دي منعرف واخده وامشي لأنه جيشا بس اتطمن مفاوضات معظم الحاجات اللي انت عايزها هتجيلك فابتدى ائتباعا يحصل الدعم اللي هو استثمره بأحسن طريقة لحد ما كسب ثقة الجماهير تماما ابتدوا يستحملوا يعني انت لما ترجع بتقالية العالم وتخسر ثلاثة صفر على ملعبك من اسماعيلي في أول مباراة مين غير مانويل جوسيف ممكن للناس تقبل هذا كلام له لكن الرصيد زي بقولك لكن اعكس لو انت قبل ما تطلع كاس العالم اللي ماتش دا تلعبك سورة الثلاثة صفر كنت حتطلع وتخفق في كاس العالم صح ولا لا كنت حتروح بضغط تاني بقى مصدقية تانية عند الجمهور كان هو قريدي بقى ابتدى ايه يتكلم مع جمهور فوريو اما يكسب بطولة فوريو فوريو هو مانويل مانويل لدرجة انه لما ابو زوجته توفى الجمهور وقف دي احداد فمراته بعد ما رجعت من الاجازة لقيت الجمهور لا دا بيقولولك احنا معاك يعني كان حريص انه العلاقة الجمهور وحتى قصرته تحس بيدي وفي مرحلة الماء لا لا رقع دي في البلتغان انتها تعطلين يعني الراجل تفاعل فهم فهم المناخ اللي هو عيشه واستثمره بقى احسن طريقة وخد اعلى مردود ممكن ياخده اي مدرج وحقق وقتها اعلى نتائج ممكن يحقق اي مدرج طب موسماني لما ييجي ويكسب لك دوري ويروح يكسب ثلاث عالم وتاني سنة يكسب ثلاث عالم ويرجع كان متوقع بقى ان الناس تقول له برا بوا موس مش عارف ايه لقاهم بيتعاملوا معاك اول ما تعادل مطشئن الا 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 الابتتدى اقول لك ايه بعد مجدد ويريته مجدد لاني كان ساعتها الومور حتوب واضح وكنحيبق واضح وانه ماشى هو ما اضحش انه ماشى بقى اقتصرنا الدورة كويس فمنو جسيم ما قدرش يتفاعل مع الجمهور كان عايز الدلع المستمر وما قدرش يستوع فكرة ان الجمهور ده لا ما بيشبعش بطولات ده انا جايب لكو اول ده انا انا اللي مرجع لكو البطولات الافريقية وانا اللي جايب لكو ثالث العالم مرتين انتوا عايزين مني ايه يعني هو بينه بالنفس يقول الكلام ده وانا عادت اقول ده 100% لما راح وقعد في المغرب انه راح حتة تانية هو ما راحش حتة تانية اللي بعد مدة هل كان معقول بحاجة الله اعلم لكن انا تفسيري انه كرمت هوبت الدوري ولذلك خسيرنا الدوري تاني هو ما كانش مد اعتنا كتير للدوري كان شايف ان البطولة هي افريقيا محوظة من يوفع على كده لو هو فهم طبيعة بقى وبدل ما يزعل من الضغط الجماهيري يستوعب يديهم اللي هم عايزينه لان موسيماني كان لا فهم كورة لا 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 وكان يستطيع لو ركز وضغط هم مستحملش الضغط كان عايز يستسمر انجازاته ان الناس تستحملوا هو مش بشاردوركر امد طيب تعالى بقى بعديه لما جاه كولر اه هو احنا ايه اللي بسطنا بكولر انه كولر كان شخصية هادية كان بيفرضوا اللي عايزه بدون انفعلات عارف يستوعب الفرقة عارف ياخد احسن حاجة من كل واحد عارف يرجع لنا لعيبة في وظائف جديدة عارف يرجع لعيبة على خطب جماهير سيئة جدا عارف يرجع صيخة الجماهير في اللعبة دي شفنا هاني في شكل مختلف شفنا حسين الشحات بشكل مختلف شفنا كريم فؤاد في وظائف وشكل مختلف شفنا كهرباء حتى في مركز كهرباء استوعبوا استثمروا باعلى ما يمكن شفنا يعني بيرسي تاو ازاي استردوا مع انه قاعد يعالجوا مدة طويلة بيرسي تاو كان عند الجمهور انه ايه اللي جايبينه يوفير بيرسي تاو ده بقدمه في اعلى صورة فهو من خلال ما اكتسبه ومن ثقة مع اللعيبة ابتدى يطبق فكرة انا عندي الضغوط دي وعندي السنة الجاية فكر في بدري بدري ازاي يعمل عمليات التدوير والارحات اللي هو عمالة السنة اللي فاتت بنجاح وجمهور تقبلها منه مم يعني هو انت ما تيجي تقولي اسماش حمد فتح وجاب لك امام معشور طيب يعني وكان عنده بس انت بقى شوف السنة دي كل عناصر التفوق مش موجودة كما كانت مروان عطية مش هو مروان عطية الحالة العامة كلها مش اه طلال لك كوكا بس انا بقولك يعني اللعيبة طيب اللعيبة دي عندها مؤكد عندها لان مروان عطية ده كان واحد لعيب مهم في النادي الالي في المنتخب مصر مش اي كلام اذا فيه اسباب تزالي الاسباب دي يا رب نرجع من المنتخب ونرجع من راحة دي وقد اه نعتبرها بداية موسم جديد اللعيبة اللي حصى الله نوع من التراجع والتراجع هنا مش ضرورة يبقى تراجع واضح قوي يبقى التراجع نسبي بس انا شفتك في حالة اديتك ثقة فيها والثقة مش شيكة على بيض بالنسبة لجمهور الاهلي اه السقة مرهونا ببعض حاجات تانية انا اتمنى باذن الله كل عبين ما فيهم كولر لان احيانا ان انت شعورك وصختك في نفسك تخليك تاخد قرارات جريئة جدا انت بتراهن فيها على ان الجمهور هيستحملك بس انت لو كنت كسبت السوبر الافريقي الاولاني حتى كانت الناس هتستحملك طيب بالورا والقلم الكابتن ربيع ياسين بحاسب كولر اللي ليه اللي عليه نشوف رأيك كيف كولر كولر كويس لا كويس فنيا لا كويس عمل طفرة فنية في الناد لاني طبعا يا كابتن مجدي تمام يا كابتن ده اخت خمس بطولات وعمل حالات كتيرة جدا ما تبصش يشوف المدارم مش هيكسب على طول لكن خامل حال رضا عبد العلبي ينتقده لا يا كابتن كل عبد من يقولك ده مدارم ما ينتقد يا حبيبي كل واحد حر لكن انا بتكلم النهار ده بالنسبة لك وديتنظر فنية طبعا يا كت ازاي يجي الناد الاهلي واستمر لو هو مش كويس حتى لو ما خدش بطولات ما كانش يستمر في الناد الاهلي صح الناد الاهلي يا كابتن الراجل عمل حالات فنية خلينا وقيد احنا بنتكلم بالعقل والمنطق والحكمة والعين والاصول فالنهار ده بالورة والانا بالراجل ده عمل حالات خدت واخد خمس بطولات ماشي ولو معندوش فكرة هيقض خمسة وبعدين ماشي عمل حالات فنية عمل مشات كويسة دور داخليا وخارجيا انتو عملية التدوير كسب نجوم كل واحد في مستوى رجع لعيبة كانت في مستوى وعملت كرة وعمل شغل رائع طب النهار ده الاهلي ما كانش في الفورمة المشكلة عاد 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 وارد الله كابتن ده للبشر حاب يعمل روتيشن غير مجموعة كبيرة من اللعيبة لو قاعد ريح صح انا معالى ان هو حتى النهار ده لو انه طب هو مرق ريح ليه ما كان يلاعب الاساسي لا لا هو صح كده عشان عشان بعد كده في توقف يا كابتن مجدي خلي بالك فيه لعيبة تصابت وفيه لعيبة مصابة وفيه لعيبة مجادة جدا لكن الراجل بامتياز نجح في النادي الاهلي الراجل بامتياز النهار ده الراجل ماشي بيدو الراجل مش عصب الراجل زي الفل تمام مية مية اللي احنا عاوزينه بحقه احنا اكتر من كده ايه اخد بالك فوسياسة جميلة جدا سياسة فاهم سياسة العقل سياسة الهدوء سياسة اخد بالك السبات المفعلي حاجات كتيرة جدا في الراجل والراجل مهار ده رجع لك حسن انسان رجع عفشة رجع تاو رجع شريفة قبل ما يمشي رجع اخد بالك رجع رجع الناس كلها احنا عاوزينه اكتر من كده خسر بطبيعي مفيش مدارة بيفضل لك سبع لطول قضلك فاذا كان خسر بطبيعي نعم النادي الاهلي خمسة والسبعين ثمين مبارد في الموسم ده عمال يحرط ورايح جاي رايح جاي فبيعي جدا يا كابت المجد انه رايحه فدي حاجات كويسة فالراجل نجح بامتياز في النادي الاهلي من وجهة نظر اياني من وجهة نظر اياني انك تفكر في الجزء ده لكن مش من حقك ومن حقك تفكر في حاجة تانية وانت هتقعد تقول انا كسبت خمس بطولات ده حقك واخد بالك لكن انت السنة دي متغير وما ورتنيش حاجة وابتدت اللعيبة بعضها يزمدق والعدل ومش العدل والناس عمالة تقول له ابتدت تدار على اللعيبة اللي ما خدتش فرص وكريستو ومش كريستو يعني هنا بقى انت سمعت عمرك حد قال لي جوسي فلان لا طب لما يمشي لعيبة كبيرة في النادي الاهلي حد قال له مشيتهم ليه ولما يرجعوا برضو في عهده ولا بعديه ويثبتوا نجاحه حد قال له انت اهم رجعوا خلاص ونجحوا هو مال القرار هو عرف يكسب الثقة فالناس تحملت حاجات لانه فهم الجمهور لكن انا الشيء الوحيد اللي ربما ارى انه عامد شوية مشكلة الكولر ان الراجل ده بيحاول يفهم الرسالة اللي عايز يقولها لللعيبة ولللجمهور وللرأي العام في المؤتمرات الصحفية فيه رسائل تنفع تتقالف المؤتمرات وفيه رسائل في الغرف في الغرف دي اللي ممكن قد تحدث بعض الشروخ للي بتلاكك للي بتلاكك كفكرة هو كشف حسابه في 71 مباراة مع الاهلي 73 مباراة خسر فقط 7 مباراة وتعادل 15 وفاز 9% 9% بالضبط هل دي نسبة كويسة انا معرفش نسبة كويسة لفريق معادل 15 بس اخد بالك حاجة انت داخل فيها افريقيا وداخل فيها بطولة العالم انت من ضمن السبع هزائم انك تخسر من ريال مدريد ومن فيلمينجو مثلا انت خسرت 3 في ماتشات كاس العالم فانت 4 في البطولات الثانية بالضبط وخسرت واحد في البطولة دي وخسرت يعني هل ده معدل يا ريد والله دي فكرة كويسة شوف المان سيتي وشوف ريال مدريد خسره كام في 70 مباراة زي الراجل ده اخر 70 مباراة اذا كان المعدل هو ده طبيعي نبتدي نفكر بعقل لا المعدل ده اكتر من الطبيعي اللي واحد يملك من الامكانات وبرضه خلي بالك الناس بتقوله ايه ده انت اللي انت عايزه بتعملك في النادي الاهل وده حقيقي وهو ده النادي الاهل ماهو مش بيعمل لكلر لوحده كل المدربين اتعمل لها كل اللي هي عايزها هو كمان وصل لمرحلة ان الناس تعودت منه على المكسب باللعب الحلم طبعا بص يعني حتى للأمال الرجل ده يحسب له كم مرة اطفع لكورة الاهل جمال كم مرة اقول لك ان عددش الكورة الانميكية فقط واحنا ما بنخسرش ان احنا لو خسرنا اول ماتش مشكلتنا احنا بنقدي اول كعبلة صح لان انت خلاص تعودت على كده انت عودت عيني على هذا الجمال زي ما يكون مثلا مطرب كل يوم عمل لك اغنية في الجو لو عمل اغنية ما تنسيبش زوءك حتى انت هتقول له ايه عام اللي انت بتعمله ده بقى بعد كذا وكذا 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 جهاز غنيلي دي انت بتقيم الانسان على قدره ودي نقطة على فكرة في صالح كولر وفي صالح نادي الاهلي هو كل زعل ده ده فيه ناس غيرك انت زعلان من ايه يا رب نعمل نصك كده ونحقد انت زعلان من ايه يعني فيه حد حتى في الجمهور المنافس يقول له تصوروا جمهور الاهلي زعلان انها اتعدلت في الجونة يعني هم مستغربين بس هو ده الاهلي انه لما يعمل حاجة عكس التوقع الناس بيجي لها خبت امل ولذلك انا بقول ايه ما نعليش سقف التوقع قوي كلمة المهاجم السوفر دي لازم ننغيها نقول المهاجم المناسب اللاعب المناسب ما المهاجم السوفر ده مين هو مين وحييجي برضو يضيع فرص عندك فيش مواجم ما يضيع على مستوى العالم لكن ايه انت عايز واحد اه يعمل لك ريب والناس شيء الهم محتاجين طيب اذا كان في 73 مباراة الاهلي مع مارسل كولر ما اخسرش الا 7 مطشات هي معظمها في بطولات العالم وبطولة افريقيا الناس زعلانة ليه نشوف رأي الزميل سيف زهر ليه الناس في النادي الاهلي زعلانة ليه جمهور النادي الاهلي زعلانة لان اللعيبة اللي موجودة في النادي الاهلي لازم تطلع افضل من كده بكتير مش عايزين بقى نوع نقول سمعت النهار ده على السوش الميديا النادي الاهلي ونادي الاهلي في احتياج للعيبة جماع وده كولير اللي كسب السنة اللي فاتت بالهدوء بالهدوء حتى اللعيبة لو بعض الاحيان مش في مستواها اكيد هترجع ولكن لعيبة النادي الاهلي مقدمة 30-40% من مستواها من مستواها وانا بقصد التعبير عشان الجمهور يستوعب في فرق ان لعيبة مش في مستواها في فرق ان انا محتاج صفقات في فرق اللعيبة دي مستواها ضعيف لا النادي الاهلي بيمتلك افضل سكواد موجود في الدورة الممتازة اللعيبة دي ما بتطلعش افضل ما عندها و في ناس في ناس هيكون في عقاب شديد لكولر وناس هتعود لدكة قلبه دلاء كولر طبعا عنده حالة غضب شديدة جدا لان هو ده اللي كان مقلقه في ماتش سيراميكا اني يبتدي نزيف النقاط من بدري فكان عمال يقول حاسب 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 وجيه في مباراة الجونة راحه نقطتين طبعا هو جاي من ظروف ليست في افضل حال فما عندوش استعداد ان هو يزعل جمهوره ما عندوش استعداد ان هو يزعل جمهوره اكتر من كده فحيكون عنده حساب عسير مع اللاعبين الفترة القادمة واعتقد ان لعيبة الاهلي هتشوف شكل مختلف او وش مختلف لكولر بعد العودة وص مسألة انه ما عندوش استعداد ما هادش عندو استعداد يزعل جمهوره منطقية وما حدش بيقصد يزعل جمهوره وما حدش بيقصد يزعل جمهوره كله بيشتغل لكن اذا زعلت الجمهور انتا مش هتشتغل تحت ضغط طب في الجمهور في مفاجأة مدوية قبلة الكلام ده انت قابله لا ايوه تفهم قصدي ايوه كل الناس تشتغل عامل حساب جمهور الا المدير فاني اشتغل الحسابات الفنية فقط اشتغل انت للحسابات الفنية لرؤيتك انت وانت تبقى لما تشتغل بالحسابات الفنية السليمة وتتمسك بيها وبأسباب الانضباط ووحدة الفريق مع الحب في نفس الوقت يبقى انت كده عامل اللي عليك واخد اسباب النجاح انما فكرة ان لأ حشوفوا من الوش التاني لأ النغمة دي مش عجباني لان عندما شوف الحسنة تخص والسيئة تعم لا انا عايز العكس عايز الحسنة تعم عايز الحسنة تعم والسيئة تخص كل واحد لا يعني ما يعملش اللي عليه هو اللي يتعقل هو اللي يتحمل المسئولية ما حدش يستخبف انجازات حد يبقى كلنا علينا نفس المسئولية اي كولر مدرب كويس مؤكد مدرب كويس طبعا شخصية كويسة اه شخصية كويسة معرفش بقى انا في التعامل اليومي عينة دي مش عينة دي انا بشوف راي اللي يعني ريزنبول يعني او عقلاني يعني لكن خلي بقى لكن ده كمان عندك مناخ مختلف في ضغوط على اللعيبة وانت تعلمها وانا اعلمها وفي زن على الودان انت تعلم وانا اعلمه اي وفي عملية ايه عم دا وليه عم دا بعد ما ما كان الناس بتقول الاهلي ومن حق وانحنا في الاهلي وانحنا نتشرف ابتدى اقولك اش معنانا مش كده اي مش فيه سورة متصدرة الله اعلم بيقول كده ولا لا ما هو انت برضو ممكن تصدر للعيب كلام ما يكونش دا مقفه لحد ما تقنع الرأي العام وتقنع العيب انه لازم يزعب ايه عم بيبصلها كده ايه عم بيكلمك كده انت فين يا عم انت بتلعبش يعني فلاندا ياخد الفرص دي كلها ما انت لو بتاخد يعني لفضل حد يتكلمه كده بعد شوية حيبتد يتبنى وجهة النظر اللي بتحرضوا صحيح هي معادلة عايزة كل الناس تخلي بالها منها لان الاهل مختلف الاهل معياره الاهل الاهل يحاسب كنادي اهلي اللعبة حاسب انها لعبة مميزة اللي يقبل من لعبة تانية بره الاهل لا يقبل من لعبة النادي الاهلي ودي يعني فكرة بدل ما تزعلوا منها افرحوا بيها انكم محتوطين في قيمة عالية لما ييجي ما تطلعش منك استاذ بريم دي ما تطلعش منك عدلة طيعة دي حتى لو تقلت بتهزيم لازم تفرحني او تنبهني ان انا اوضح هي ليه تلقت كده او انت ليه في امتاك كده انا مش قصدي كده لكن لو تلقت طبعا بتجاوز خلاص هنقولهم شكرا هنطلع الفاصل وبعد الفاصل نقولهم شكرا اهلا بحضراتكم جديد اذا هذه النسبة الاعلى من لعب الاهلي في مختلف المنتخبات ده جزء من اطلاع الاهلي بدور الوطن المهم لان انت كمان وانت بترعى النشاط الرياضي وانت بيكون عندك اجندة رياضية فيها كل هذه الالعاب المهمة بتقدم افضل للعناصر لتمثيل المنتخبات الوطنية وده اعتقد بيرفع من قيمة اللاعب الدولي لدرجة ان النادي الاهلي ليحته بتحفز اللعيب على انه ينضم للمنتخب الوطني كان بياخد حوافز ومكافأة معينة طبعا طبعا للعب الدولي انت في عقود اللعيب كتير انك لوصلت للمنتخب اه عنده عنده بونس وعنده حاجاتي ده كلام مهم جدا المنتخب وهو بيبدأ معطش جيبوتي يعني حتى فيتوريا الراجل قال ملحوظة قال ان انا مش عايز ااجي في النهاية واقول اه لو كنت خدت النقطة دي واه لو ما كانتش ضعت النقطة انا معامل هي المية اه اي اي مكسب بيقربك اه فاخد الامور بجدية كل مباراة تكسب هو انت متخيل ممكن حد ما ياخدش الامور بجدية ازاي بس يا استاذ افراهيم انما اناخدها يعني بلاش بلاش الحسابات الكتير اوي الكورة ساعدت بان صعب ساعدت تكون هي سهلة يعني 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 قوتها في سهولتها ام يعني مفيهاش فاتي كتير اوي تشكيل منتخب مصر الحقيقة مفوش فاتي كتير ام يكاد يكون معروف يعني ام يعني يعني انت ما تقول عروفين طب ممكن وسألك سؤال برا المقرر هو خد فاتوح ومحمد صبح اه وقال انا ما جنيش ما يفيد ان فيه عقوبة نتيجة تحقيق تمت وازا بالك قال لك انا وقفتهم ومش عايزوا ميروحوا المنتخب شوف ايوه الصحية الصحية بتاعها اه هو اتحاد الكورة فين مش بقول انه غايد اه لو ان هناك امرا ما يستوجب استبعاد اي لاعب مش دول بقى من متخب مصدق اتحاد الكورة اي لاعب مش مستبعب من الاتحاد ده من حق المدير الفني لانه راح هدفلك اه قال لك ايه هو انا لو لعيب عندي وجيت عقبته وخركته همنعه من النادي والاتحاد ما خدش ضد عقوبة من حق نادي لاعب ولا لا اه انت فاهم قصدي لان انت كمان لو سبته للاندية ممكن مش بتكلم في الحالة دي تاني ونبي انا بتكلم في المطلق ان كل نادي بقى عايز يضغط على لاعيبه اياخد ضده قرار قبل المنتخب بالعكس في الحالة دي انا ربما كنت عارف ان رأيك الاصوب ان اللعب اللي يمثل للمنتخب يكون سلوكه منضبط 100% اذا كان اتحاد الكرة يرى ان هذا سلوك شائن خد ضد عقوبة ورايح الجميع اه او اعتمد عقوبة النادي اللي بلغك بيها هو النادي يجوز ما بلغوش اه وهو حيبلغو بيها ليه النادي يعني انت حيتيجي تقول له انا عرض العيم ده للبيع مش هيقول كده مه العيمة مقوفة لا العرض للبيع اجراء مش عقوبة اجراء تفهم قصدي اجراء للعلاقة يعني هم اخذ عقوبة الاقاف لا بحيث ان هو بعد التحقيق معاهم انتهى الى الاقاف لا وعرضهم للبيع اه مش كده لا ما يعني ادانة ادانة لتصرفهم انا بكلم بقى انت بترجعني للحالة دي حتى لو هناك ايقاف انا النادي الاهلي لو اقفت لاعبا اه انا لو اقفت لاعبا يقول الزمالك دلوقتي الزمالك دلوقتي اللي طلع عنه انه خصم 25% من عقد فتوح كلام جميل انا انا بقولك بقى ازا كان الزمالك طالب من اتعاد الكورة اقاف اللاعب ممكن يبقى فيه احتمالية انتظر قرار اتعاد الكورة لكن اللاعب متاح في السوق يعني لو تاني يوم راح جدد وسحبوا العقوبة او مل كده هتري اعتوله فتري اخده يعني هي الفكرة انا ارى انا ارى ان المدرب طالما اللاعب مش مقوف من اتحاد بلده متاح للمدرب هو بقى مؤاماته في تقدير اللعب للمسؤولي بتاعت المدرب اذا اقدر بتمثيل المنتخب اللعب المنضبط لكن اللعب اللي يعاقب يكون ده وفقا لاجراءات سليمة تحفظ الحقوق بين الجميع دمتم للأهل دائما ودام لكم الأهل بإذن الله تعالى بطلا شامخا وعلى خير نلتقي في العشرة مساء الخميس القادم ان شاء الله سبع لخير